استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي كوسكو برئاسة فانكبون برئيس التنفيذي للمجموعة لبحث سبل التعاون المشترك وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب عينها مؤكبة تطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحرية بتباني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من جانبها أكد فانكبون نائب رئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرعين الهامة لحركة التجارة العالمية مواربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس